السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم حاشتين. اول حاجة فيهم وهي ان ازاي يتحرك داخل المشروع بتاعي في جوجل اسكتش اوب. وتاني حاجة وهي ازاي اعمل زلال عن طريق برنامج جوجل اسكتش اوب. اول حاجة هنبتدش بها وهي ان ازاي يتحرك داخل المشروع بتاعي في برنامج جوجل اسكتش اوب. فوق كده هلاقي في قيمة. القيمة دي. في ايقونة فيها اسمها لو ضغط عليها. هلاقي ان انا لما بضغط كليك وبمشي بالماوس. بلاحظ اني بتحرك داخل المشروع بمنتهى البط زي ما حضراتكم شايفين. ممكن بعد كده ابتدي استخدم البان اعدل المشروع بتاعي كده. وارجع اختار الامر تاني واضغط كليك وتحرك عناء الاف سي. بخش جوه المشروع واحدة بواحدة كده. بمنتهى البط بهذه الطريقة. مش من الخارج فقط وكمان من الداخل بهذه الطريقة. حلاء نفسي ان انا دخلت ادبت اخشي جوه المشروع. حتدي ارفع المشروع بتاعي عن طريق البان بهذه الطريقة. وارجع اختار الوقت تاني. اضغط حلاء نفسي دخلت جوه المشروع. وكمان اقدر الف جوه المشروع. سي استقرت على اللقطة دي. ابتدي اضغط كليك. هلاحظ ان اللقطة معها ستة. وهكذا. ممكن ارجع اكمل تاني. اتحرك. يمين وشمال. ارجع تاني يمين. بهذه الطريقة. يبقى عن طريق هذه الاداة. اقدر اخش جوه المشروع بتاعي. وعشان اخذ اللقطات المختلفة بتاعتي. كليك وارجع لبرة. ابتدي هرجع برة المشروع بهذه الطريقة. يبقى دي فايدة الامر اللي اسمه ووك. العين دي لو ضغط عليها وضغطت كليك. هلاحظ نفسي بقدر كأن كاميرا مسكها والكاميرا دي بتطلع بتحكم في الطرجة بتاعها اني بقى المشروع بتاعي فوق وتحت بهذه الطريقة. يمين وشمال بهذه الطريقة. يعني كأني بلف الكاميرا بتاعتي حوالين المشروع. فدي فايدة الامر اللي اسمه لك. اخر حاجة لو انا مسلا بعيد كده وضغط على الرمز اللي هو الشخص ده اسمه كاميرا. ده الوضع بتاع الكاميرا فين لو ضغط عليك وضغط كليك كأني سبت الكاميرا هنا بهذا الشكل. لاحظته يا رب تكون لاحظته اللي حصل ايه يعني الكاميرا بقت تقريبا في المستوى كأنك انت بصل لفوق شوية كده على المشهد بتاعي. طب لو ضغط على الامر مرة تانية وضغطت من فوق كده هيجيب لك المبنى كأنه من فوق. انا شفت السطح بهذه الطريقة. وهكذا. فدي الفايدة بتاعة هذا الامر. يبقى ازا تلت اوامر دول بساعدوني بشكل كبير في الزاوية اللي انا هرندر بيها او ان انا اتحرك داخل مشروع عن طريق الكاميرا. جميل. الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم عليه وهو ان ازاي ارمز لال في المشروع بتاعي. ودي حالية عن طريق هذه القيمة. هذه القيمة فيها جزء اين? الجزء الليل ولا في النهار والساعة كان بالزبط. هلاحظ عشان ارمز لال اول حاجة هعملها ان انا هبتدي اضغط على هذه الايقونة وهي اسمها شو هايت شادوز. لو ضغطت عليها هلاحظ ان ترمز لال على البروجيكت بتاعي. تمام. اقدر اتحكم في هذه الزلال اقدر. اقدر عن طريق الجزء اللي احنا تكلمنا عنهم دي. اول حاجة مسلا مسلا هزبط اليوم بتاعي على اليوم ده. جونيوري مسلا. وحزبط التوقيت على توقيت مسلا اربعة ونص صباحا. بهذه الطريقة. هتلاحظوا ان الزلال كبيرة. بهذه الطريقة. طيب لو غيرت التوقيت. هتلاحظوا ان الزلال بتتغير معي. لو غيرت تاني. الزلال بتقل بتقل. وهكذا بهذه الطريقة. بهذا الشكل. شوف الزلال مجرد ما غيرت التوقيت. الزل بتاعي بتاعي اختلف. على المشروع بتاعي بهذه الطريقة. لو كبرت لو رجعت تاني هلاحظ ان الظل بتاعي اتقلب راح الناحية التانية. تمام? لو سبت على هذا الظل وغيرت في الايام شوف اللي هيحصل هتلاحظوا برضو ان الظلال بتاعتي بتختلف بهذه الطريقة. هنا الظلال كانت مرميه عن مبنى كله. وهكذا لو غيرت بهذه الطريقة هتلاحظوا اني راح على ارض شوية. لو غيرت تاني الظل هيلف معي بهذه الطريقة. يبقى اذا ده بتحكم في في اليوم وده بتحكم في في التوقيت. لو رجعت تاني يقول يكون ده الجزء ده انا محتاجه بالطريقة. الظل محتاجه بالطريقة دي. يبقى اذا ده اللي احنا عزين نقوله عرفنا ازاي بنتحرك عن طريق الكاميرا في المشروع بتاعنا. وعرفنا ازاي بنرمز لال في بتاعنا. ودول برتو حاجتين من الحاجات المهمة جدا اللي بحتاجها في شغل الاخراج بتاعي في برنامج جوجل سكتش اوب. وخاصة الظلال. يعني بالاخص الظلال دي انا بحتاج ان انا اصبط لقطة في البروجيكت بتاعي. اه من ناحية الظل تصبط لي البروجيكت وتبين تفاصيله في المشروع. يبقى هو ده كل اللي احنا عزين نقوله في المحاطرة بتاعتنا النهاردة. يارب تكونوا استفدتوا. ويارب اكون اقدر تقدم لكم اضافة من خلال الفيديو بتاع النهاردة. اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة